جيوسترات جيوسترات تغيرات اقليمية ودولية ترسم ملامح نظام عالمي جديد يلقي بدلاله على الساحل جيوسترات برنامج اسبوعي يصلط الضوء على التحديات والرهانات الجيوسياسية بالمنطقة برنامج اسبوعي يصلط الضوء على التحديات والرهانات الجيوسياسية بالمنطقة من السوديو إذا عاتي أفريقيا أفآم نرحب بكم مستمعين الأكارم إلى هذا العدد الجديد من برنامج الجوستر في المرة السابقة تحدثنا عن أسباب الظاهرة الإرهابية السياسية والاقتصادية واليوم سنتحدث عن الأسباب الاجتماعية والنفسية والعسكرية لتنامي الظاهرة الإرهابية وظهورها وهي لا تقل أهمية بل أكثر ما يفجر الظاهرة الإرهابية باعتبارها تحذيرا للأرضية الخصبة لتناميها ولمناقشة هذا العدد يسعدنا حضور معنا البروفيسور سالم برقوق الباحث في الشؤون الاستراتيجية ومحلل القناة أهلا بك شكرا صباح الخير السلام عليكم وحمد الله إذن بروفيسور سالم برقوق سنتحدث في البداية عن أسباب النفسية والعسكرية وهي أسباب قوية جدا ومهمة لتنامي ظهور الظاهرة الإرهابية يجب الانتباه إليها من أهم هذه الأسباب ربما نذكر تزايد السخط على السلطة من طرف المجتمع لافتقار هذه السلطة للشرعية يعني الشرعية والمشروعية للسلطة مهمة جدا لكل المجتمع وليس فقط للسلطة شكرا السلام عليكم إذن بعد التطرق إلى الظاهرة أسباب دوافع الظاهرة الإرهابية شاملة في كل العالم أين وجدت أين ما وجدت تحدثنا للمرة الفارطة في الأعداد السابقة الأسباب السياسية والأسباب الاقتصادية واليوم سنحاول أن نخصص بعض هذا العدد بالخصوص إلى الأسباب الدوافع النفسية والعسكرية التي هي الأرضية الخصبة لظاهرة الإرهابية ونحاول في هذا العدد كذلك التطرق إلى الأسباب ودوافع النفسية والعسكرية والسبب الأول لبروز ولترسيخ هذه الظاهرة هو كما تفضلتم تزايد السخط وعدم الرضا من جانب الجماعات السياسية تهو كانت أحزاب أو كان المجتمع مدني أو حتى ربما حتى مجموعات قابلية مجموعات قابلية بخصوص في أفريقيا رح نشوف من بعد جماعات قابلية وإثنية حتى بعض الطوائف إذن المشكل الأساسي هو هذا الجانب وتزايد السخط وعدم الرضا من هذه الجماعات السياسية بين قوسين لقلنا أحزاب أو أقليات أو إثنيات على السلطة السبب الأساسي هو لإفتقار هذه السلطة هذه الأخيرة هذه السلطة وهذا النظام لإفتقارها لأمرها مهم جدا اليوم بلغة علم السياسة الحادثة ومبادة الحدثة نتكلم على ما يعرف بشرعية ومشروعية النظام السياسي والشرعية الفرق بين الشرعية والمشروعية الشرعية النظام السياسي لابد أن ينبثق والثيقة الأساسية لابد أن يكون الشعب ممثل من طرف أشخاص ينوب عنهم ذلك في البرلمان وبالتالي بداية علم السياسة نحن اليوم نتكلم على مادة هامة وهمة جدا في أكبر المعاهد الدولية للعلاقات الدولية والعلم السياسية ومدخل علم السياسة بداية تمثيل الأنظمة السياسية وبالتالي هناك عدة طروحات بدءا بالطرح الأول لفلاطون الذي يتكلم لأول مرة على الحديث ما يعرف بالدولة أول شيء وتكلم كذلك الفرابي على ما يعرف بدولة المدينة ولكن النقطة الخلافة من وجوده بين فلاطون والفرابي هو لابد من تمثيل الشعب لكثير من الطروحات وطموحات هذه الشعوب وبالتالي هذا الممثل الأساسي للشعب لابد أن يعبر عن رغبات وطموحات هذه الشعوب وتكون ذلك بمفكرات وبطروحات سياسية محظة وبالتالي الشعب هو المنبع الأساسي لثيقة وثيقة أساسية اليوم وهي ورقة الطريق لأي نظام سياسي واليوم حتى عدة تدخلات مرسة بتبرير من هذا لغياب شرعية هذه الأنظمة لهذه الدول هذه الشرعية تأتي عن طريق الانتقال السلمي للسلطة هذا كعنوان عريض أو مجمل قضية هذا الانتقال السلمي يكون بالانتخابات يكون أيضا بتقاسم السلطة بين فئات ومكونات المجتمع داخل البلد ربما هذا أكثر الإشكالات المطروحة في إفريقيا هي هذه الإشكالات طبيعة الحال إفريقيا ورح نشوفه من بعد فيما يخص الظاهرة الإرهابية في إفريقيا السبب الأساسي أنها كلها دول حديثة المنشأ وحديثة التركيبة الحديثة وحديثة جدا وبالتالي النظام السياسي في غالبية الأحيان نظام موالي للدولة الأولى وهي دولة الاستعمار وبالتالي كثير من أنظمة سقطت في فخ هذه الدول وفي العلاقة الغير الجدلية علاقة دولة تابعة لدولة أخرى ألف تابع لباء وبالتالي زوال ألف مباشرة ستزول الدولة باء وبالتالي ليست هناك علاقة تعاونية ولذلك نجد دولة الأولى هي اليوم صراحة في إفريقيا هي فرنسا كل العلاقات الموجودة مع فرنسا بالنسبة للدول الاستعمارية التي استعمرتها في فرنسا هي علاقة هيمنة علاقة هيمنة وبالتالي اليوم الحديث ليس على علاقات تعاون 50-50 ولا 49-51 وإنما الحديث على وبالتالي الحديث على ما يعرف تقارير التعاون وهالتقارير التعاون بالتالي فرنسا دائما دولة تضفو فوق دول إفريقية وهذا شيء كذلك رح يكرس وينقص من شرعية الأنظمة السياسية لموجودة في السلطة كبثال بروفيسور سالم برقوق في تسعينيات القرن الماضي ظهرت متزرة كبيرة في رواندا ذهبت ضحيتها 800 ألف مدني هذه المتزرة تسبب فيها الاستعمار التقليدي بلجيكا ثم فرنسا يعني غذوا الصراع القبلي والنزاع القبلي بين قابلتي الهوتو والتوتسي ما أدى بقبيلة الهوتو إلى ارتكام مجازر ضد قبيلة التوتسي وتبين فيما بات أن فرنسا هي ما كانت تنفخ في هذا الحقد القبلي والصراع القبلي السبب المباشر بما يخص مدام تكلمت على رواندا هو أن الأقلية هي التي حكمت الأقلية أقلية التي حكمت الأغلبية وكان صح صراحة كانت تغذية لفرنسا وبالتالي تغذية بالسلاح كل شيء كل شيء ورح نشوف فيما بعد ليست رواندا فقط وإنما هناك دول يعني رواندا كأكبر متزرة تسمى بمتزرة القرن تسببها في الاستخدام تصفية العرقية تصفية عرقية بصريحة عبارة ولكن على أرض الواقع اليوم رواندا نجحت في مصالحة وطنية مصالحة وطنية والموذجة العالمية والأساس كل هذا أنها تخلت على كل التواجد الفرنسي في دولة رواندا اليوم كيغالي ليعرف كيغالي مقبل ليعرف كيغالي اليوم الأمور تغيرت حتى اللغة اليوم النطق الرسمي رغم أن هناك نفس الشيء موجود في إفريقيا والعديد من الإثنيات والعديد من العراق والعديد من الطوائف إلا أن اللغة الإنجليزية أضفت على ذلك ونفس الشيء راح يكون في مالي حدث في مالي أصبحت اللغة الفرنسية اللغة عمل فقط لغة عمل لغة تدريس إلى حين يعني قرر هذا في الدستور الجديد وإعلن عنه اليوم الحديث الحديث على 13 اللغة رسمية في مالي يعني فيه سخط إفريقي المهم التخلي على الدور الفرنسي وهذا ما يزيد كذلك من إعطاء الشرعية ومشروعية للنظام السياسي القائم في أي دول إفريقي إذن الشرعية هو مدى مدى رضا مدى رضا الشعب على النظام السياسي على السلطة برمتها على نقول السلطة وليس الدولة على السلطة نعم لازم الفرق كثير واش هو الفرق بين السلطة والدولة والدولة والمشروعية مشروعية هو هذا يعني كثير فيما يخص أن هناك انتخابات وقيمة انتخابات ومهما كانت النتائج ومهما كانت الطريقة التي وصلت بها النتائج إذن النظام له شرعية ممارسة ممارسة طريقة انتخابية والتصويت وبالتالي نقول أن هناك نظام يتسم بالمشروعية نعم إذن هذا هو الأساس النقطة الأولى فيما يخص الأسباب النفسية والدوافع النفسية التي سهمت في إنشاء أرضية خصبة لإقامة الظاهرة الإرهابية هو سبب أساسي وعدم رضا الجماعات السياسية وهي الممثلة نعم الأولى للشعب عدم رضاها وافتقار النظام السياسي والسلطة في حد ذاتها احتقالها لشيء مهم جدا هو الشرعية والمشروعية هناك نقطة مهمة أريد أن أسألك عنها في أفريقيا بمميزاتها بالاجتماعية والسياسية وحتى القابلية الاثنية ما إلى ذلك كيف نصل إلى هذه الشرعية والمشروعية أفريقيا فيه قبائل تقلنا مثال رواندا فيه قبيلة صغيرة قبيلة كبيرة يعني أيضا يحدث في مالي في بوركينارس عديد من الدول كيف نصل إلى تقاسم السلطة بشكل يرضي جميع الأطراف وإلى هذه الشرعية والمشروعية التي تتحدث عنها بروفيسور سالمد هذه أمور ظهرت بالخصص في الدول المتطورة مثل الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية هناك مراحل لابد على الدولة أن تمر بمثل هذه المراحل وهذه المرحلة أولى هو ضرورة تطوير ثقافة ديمقراطية وين هذه الثقافة ديمقراطية تكرس الاختلاف يلزم الشعوب تفهم باللي هناك ولذلك ظهرت أنظمة فيدرالية أنظمة كونفيدرالية وبالتالي الناس تجوزت كان أمور في مرحلة يلزم التركيز على الجوانب الاقتصادية والاندماج والاستثمار والأمور وتناسي وتغاضي على الجوانب السياسية هناك نماذج أنظمة الفيدرالية في أفريقيا مثل ميجرية مثلا إثيوبيا لكنها ليست ناجحة مثل أوروبا طبيعة الحال ليست مثل الولايات الأمريكية أو سويسيا اليوم اليوم النموذج الأساسي في أفريقيا هي جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا فيه نخبة رغم أن ذاهب اليوم إلى جنوب أفريقيا تهبط في المطار تحس بهذا الاختلاف تحس بهذا الاختلال المجتمع لموجود داخل المجتمع إلا أن هناك نخبة حاولت وتحاول بإخراج دولة جنوب أفريقيا من ثقافة أفريقية مميزة لشعب أفريقيا رغم أن هناك سود وهناك بيض إلا أن تحس أن هناك بداية بروز البذلة الأولى لدولة فما يعرف اليوم بالدولة ما بعد الحداثة في أفريقيا اليوم جنوب أفريقيا المجتمع المدني في جنوب أفريقيا عنده دور أساسي وهام وهام جدا في إقامة كل المشاريع السياسية والاقتصادية والحضرية في أفريقيا في كثير من المشاريع التي تم تمريرها في الاتحاد الأفريقية بالخصوص وفي بعض الأطر الأساسية لموجودة اليوم تخدم إفريقيا داخل إذن في هذه النقطة بروفسور سالم برقوق يجب أن نصل إلى مستوى رضا الشعب عن السلطة حتى نتجنب ظاهرة إرهابية لأن السخط يولد المشاعر السلبية يولد الإحساس بعدم الانتماء وبالتالي فيه خطر كبير أن يولد الإرهاب طبعا الحال السبب الأول هو الرضا والسوط السبب الأول والجوهري نعم إذا كان فيه رضا الشعب يعني رضا المحكومين على الحكة هي بداية والرضا عن طريق الاستبداد بروفسور سالم برقوق ونظر هذه من الدول يظهر الرضا لكن في يعني خوفا من هذه السلطة هذا ليس رضا وإنما الظاهر هو لكن أوضاع متحكم فيها في هذه الدول خاصة في إفريقيا ما هيش ربما الشي اللي راح يخفي وراؤه مشاكل وأزمات تحدث فيما بعد واليوم تراكمات عديدة أبرز مثال على ذلك الشي اللي حدث في إثيوبيا إثيوبيا مقبل كان قهر واليوم إثيوبيا تشاهد إثيوبيا نفصلت عندها عنها إيه اليوم إثيوبيا رهي من بين الدول الأولى من حيث الدخل الفردي اللي كانت لمجاعة ضربت أطنابها في إثيوبيا لسنين عديدة عشرة سنين عقود من السنين والشيء الأساسي أن اليوم النظام في إثيوبيا في أديسيا بابا محاولات عديدة وحثيثة لإبراز أول شيء للشعب للمجتمع الإثيوبي وإبراز للخارج بالخصوص الدول الإفريقية أن النظام سائر في الطريق الصحيح إذن ما زال لدينا ما نقوله في هذه العناصر بروفسور سيلم برقوق العناصر السياسية والنفسية والعسكرية في ظهور وبروز وتنامي الظاهرة الإرهابية سنتحدث عنها بعد فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود مستمعين الأكارم لموصلة هذا النقاش إفريقيا أفان موضوعية في المعالجة ومصداقية في الطرح إفريقيا أفان ممبر إفريقي للأثر إذن نجدد ترحيب بكم مستمعين الأكارم إلى برنامج جسرات الذي نتحدث فيه عن أسباب ودوافع بروز وظهور الظاهرة الإرهابية نحن نتحدث عن أفريقيا رفقة البروفيسور سالم برقوق الباحث في أشؤون الإستراتيجية ومحلل القناة البروفيسور سالم برقوق يبدو أن الاستعمار أيضا في أفريقيا فعل فعلته فخلف وراءه أزمة حضارية كبيرة أزمة الانتماء أزمة الهوية في كل الدول الإفريقية التي احتلها هذه الأزمة أيضا من أكبر أسباب التي تولد الظاهرة الإرهابية أليس كذلك بطبيعة الحال هذا كل إرث تركه الاجتعمار للدول الحديثة للدول التي أتت مباشرة وراء بعد الاستقلال هذه الدول ورح نشوف فيما بعد هذه الظاهرة خاصة بالخصوص بإفريقيا ظاهرة إفريقية إفريقية بحيث رح نشاهد تداخل بين طروحات الأنظمة السياسية وأمنيات وتمنيات الشعوب يعني بين الحاكم والمحكم وبالتالي تفاقم أزمة حضارية وثقافية وبالتالي هناك مجتمعات ثقافات خاصة بهذه المجتمعات وقيم خاصة بهذه المجتمعات والشيء الأساسي لبناء أي حضارة احنا نقول هناك ثلث عناصر أساسية لبناء الحضار العنصر الأول هو الإنسان والعنصر الثاني هو الوقت والعنصر الثالث هو الطراب والشيء الأساسي في هذه الثلاثة هو الإنسان المورد البشري بلغة اليوم نتكلمه على الرأس المال للبشري ويتم كما قلنا في الحصص الفاريطة تأطير العنصر البشري على أساس أن هذا العنصر البشري هو الذي يحدد منافع وقيم وأولويات المجتمع وبالتالي اليوم المصلحة الوطنية قائمة أساسا على هذا الفرد كما قلت المرة الفاريطة الفرد الإنسان المواطن نعم إذا كانت تلاتية هذه متوفرة نقوله هذا المجتمع مؤطر اليوم مجتمعات بعشرات المئات بتاع الملايين يعني كثير من ملياء ومجتمع منظم نعم ومجتمع مرتب وفق المصلحة الوطنية للوطن بتاعه ومجتمعات عدة ملايين فوضى قائمة بالغة الإنجليزية يقوله anarchical society فوضى الاجتماعي مجتمع فوضوي نعم قائم على مبادئ وعلى أساس وعلى قيم مختلفة كل كل يغني كبير يغني على ليلة هذا هو المشكلة الأساسي الموجودة في إفريقيا القبائل والإثنيات والطوائف هي التي تحدد البرامج الأساسية لكل أساس يعني هذه الأزمة الأزمة الحضارية والثقافية والهوياتية يعني مجتمع يريد الحفاظ على ثقافة والسلطة تريد تغيير ثقافة في غالب أحيان تكون تنفيذا لأجندات خارجية طبيعة كيف يؤدي هذا إلى بروز الإرهاب داخل دولها اليوم الأسفة الشديد الأنظمة السياسية القائمة تكلم اليوم على إفريقيا بالخصوص لشيها من كثير هي هذه الأنظمة هي إيرث كما قلت للاستعمار وبالتالي هناك أجندة للمستعمر لخدمة المصالح المستعمر بدرجة أولى وبالتالي عدم التوفير وعدم التوفيق والتدخل كذلك في نقطة مهمة هو ما يعرف بليدون تيتي ناشيونال الهوية الوطنية لهذه المجتمعات اليوم هذه الدول من الواجب أن تكون هي التي تساهم في خلق اللحمة الوطنية وفي خلق اليوم ما يعرف وعندما تكون بروفيسور سلم بقولك عدة ثقافات داخل المجتمع قد تكون أيضا عدة لغات كيف يعني تؤثر يعترف بها كلها أم ما اليوم كان عدة أمثلة عدة أمثلة اليوم دولة هاي دولة مؤسسة للإتحاد الأوروبي الليكسونبورغ أصغر نقطة كي تشوف الخريطة اليوم في الجغرافية السياسية الليكسونبورغ نقطة وتشوف الدخل القومي لليكسونبورغ أعلى دخل من بين 12 دولة والدخل الفردي من أعلى مداخل الفردية في العالم ووجود ثلاث لغات رسمية في دولة مجهارية نعم واليوم في إفريقيا دولة كما اليوم نتكلم على دولة مثل نيجيريا أكبر دولة من حيث التعداد السكاني الأسف الشديد اليوم نيجيريا ليكسونبورغ مثلا أستاذ يعني اعترفت بكل الثقافات الموجودة طبيعة الحال طبيعة الحال وعلى أساس نعم وكل المجتمع والمعطيات الموجودة وكل المجتمع والأسباب الموجودة وكل مجتمع والدوافع الموجودة وبالتالي إما يكون هذا الاعتراف إما قائم على أسباب اقتصادية أسباب اجتماعية أسباب تاريخية وبالتالي كل أوروبا اليوم اليوم تشوف الأوروبا اليوم أكثر من 30 دولة موجودة في الاتحاد الأوروبي أكثر من 30 دولة والشيء الأساسي المشاهدة الأولى والمعاينة الأولى للخريطة الأوروبي للاتحاد الأوروبي هناك تقسيم وظيف للاتحاد الأوروبي شمال شمال صناعي جنوب زراعي بالتالي الهوية الأولى هي هوية اقتصادية في نيجيريا كيف هو الوضع أكبر هذا مثال من أكبر دول من تعداد البشري قريب 200 مليون هي الأكبر والدولة عندها خيرات اليوم نيجيريا أكبر دولة مصدرة للنفط في إفريقيا كاين إمكانيات لكنها تعاني فقر تعاني فقر ليش اليوم رغم كل مجهودات معطرف بها اليوم في إفريقيا حتى الشيلي هملي هو الجامعات والتعليم العالي اليوم من الجامعات المعترف بها اليوم في إفريقيا هي جامعات نيجيريا وهذا يولي كذلك المردودية الموجودة في هذه الجامعات رغم أن بن قوسين فقط نيجيريا متفاوقة في العديد من المجالات حتى المجال السينمائي تسمى بهوليهود أفريقيا يعني مثل ما نجحت في هذه المجالات يمكن أن تنجح في مجالات أخرى لكن هناك ما يعيق هذا التقدم ويحده في نيجيريا وفي العديد من الدول الأفريقية بطبيعة الحال هذا الشيء الأول الشيء الأول لابد من قاعدة القاعدة الأولى هي هذه لابد من طربية المجتمع لابد من محاولة تأطير المجتمع الشيء الأول في اليوم السبب الخطير والخطير جدا في المجتمع هي غياب الهوية الموحدة في إفريقيا في كل دول الأفريقية فيما تبقى لدينا من وقت نحاول أن نعرج على النقاط التي بقيت لنا في هذا العنصر النظام السياسي أيضا عندما لا يكون قادرا على حماية المجتمع من الغزو الثقافي ومن التشدد الديني يصبح هذا المجتمع مخترقا وبالتالي تدخل أو يعني تخترقه الأفكار الإرهابية وهو ما حدث في أفريقيا بشكل كتير أفكار المستوردة من الخاتش طبيعة الحال طبيعة الحال وهذا هذا ربما هذا لي خلي في كثير من أحيان ضعف النظام السياسي وعدم قدرته على حماية مجتمعه من الغزو الثقافي وحملات التديون ظهرت كثير في كثير بالخصص من دول إفريقيا كوين منتشر الشعوذة ومنتشر التشويش نقوله نحن التشويش الإعلامي والفكري رغم أن اليوم في إفريقيا بعض الدول هناك علماء وهناك طرق دينية إلا أنها ما استطعتش باش تقف أخبر ما يهدد هي الأفكار المتشددة المتطرفة المعروفة يعني المؤطرة للإرهاب يعني الأفكار الخوارج وما إذا ندري أصبحت منتشرة كثيرا في إفريقيا لماذا عجزت السلطة السياسية في هذه الدول على صد هذه الأفكار في اعتقادك بروفيسور بطبيعة الحال هذه الأفكار هي أفكار تم تغذيتها بطبيعة الحال من المراكز ومعاهد ومخابرات مختصة في هذا الشيء اليوم تقام في أكبر الدول في العالم نعم والدليل على ذلك بدءا كتجربة أولى في أفغانستان نعم ورح نشوفه فيما بعد المخرجات كيف تمت واليوم نوصله حتى إلى بعض الرسميات خارجة من الـ FBI في الولايات المتحدة الأمريكية وأحداث حداث سبتمبر ووما وراء واليوم لدينا في أفريقيا بروفيسور سلام برقوق من أفتق الجماعة الإرهابية نتحدث عن داعش نتحدث عن تنظيم القاعدة هذين التنظيمات بوكو حرام يعني هذه التنظيمات تعيد وفسدة في أفريقيا تقتل وهذه التنظيمات ليست بريئة وكل الأعمال التي تقام تقام للأسف الشديد اليوم رح نشاهد هذا ظهر جاليا رغم أن كاين دائما على حسب ظني هو انتشار الجهل سواء كان هذا الجهل بين الأفراد والجماعات سواء كانت سياسية اقتصادية وكل شيء وحتى في بعض الدول حتى القيادة في حداتها حتى النظام السياسي الذي يمارس إرهاب الدولة نعم كآخر حل للقضاء على هذا ولكن للأسف الشديد إرهاب الدولة رح يزيد يفتك ورح يزيد طين بلا ومن الجهل ومن الجهل ومن الجهل التي ذكرناها من الجهل ومن الجهل ومن الجهل ومن الجهل طبيعة الحال وبذلك هذه الأسباب التي ذكرناها كثير من الأحيان نحن وجدوها مختلطة ومركبة وهي محفزة وتعتبر محفزة لجماعات سياسية والإديولوجية المختلفة لشروع بموارسة النشاط الإرهابي أو حتى التهديد فيما بعد لتغيير الأوضاع القائمة خاصة اليوم وهذا طريق العنف خاصة اليوم في عصر العالمة يتدافع كل المتسببات والتوجب لموارسة العنف والتنظيم عن طريق النعارات الفكرية والثقافية والعصبية وبتالي تنمية العداء النفسي لتدمير كل شيء إيجابي دخل هذه المجتمعات نعم وبهذا وصلنا إلى ختام هذا العدد بروفيسور سالم برقوق الباحث في الشؤون الاستراتيجية شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به من إفادة في هذا العدد شكرا جزيلا وربي وفق كما أشكركم مستمعين الأكارم تقبلوا تحياتي أنا حسين بن زهر في أعداد وتقديم هذا البرنامج وتحيات فهيمة في إخراجه وتحيات وسام في العرضة التقنية إلى عدد جديد من برنامج جسترات أستودعكم الله الذي لا تضع ودعه إلى اللقاء جسترات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر